خلال الفترة الماضية تكثفت اللقاءات فيما بيننا والزيارات المتبادلة فقد زرت خلال فترة وجيزة القرى والطالية والآن في هذه المدينة الجميلة اسطنبول وهذا دليل على التوجيهات التي صدرت خلال اللقاءات التي جمعت والاتصالات التي جمعت بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوجان بالعمل المشترك على توثيق العلاقات الثنائية وتعاون في نطاق الاهتبام المشترك بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة دائما اتسمت مباحثاتنا بالصراحة بالجو من الأخاء والفهم المشترك وكما تحدثت عن العلاقات الثنائية فالهدف الذي نسعى إليه هو أن نرتقي بهذه العلاقات سياسياً اقتصادياً ثقافياً أمنياً بشكل الذي يصب فيه المصلحة المشتركة لكل من البلدين وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على الدطاق الإقليمي ويكون له إسهامه في مزيد من الأمن والاستقرار نحن سعداء بما شهدنا من تطور في العلاقة التجارية في حجم التبادل التجاري بين البلدين وعندما تفضل فخامة الرئيس وردوجان بزيارة القاهرة ولقاءه مع السيد الرئيس كان من ضمن الأهداف التي اتفق عليها هو التموح بأن تزداد هذه العلاقة التجارية بحيث يصبح التبادل التجاري فيما بيننا إلى 15 مليار وما يتجاوز ذلك والإمكانيات متاحة في البلدين وهناك مجالات لاستخلاص المصالح والتكامل الذي يصب في مصلحة البلدين وعلينا أن نعمل على ذلك وقد تناولنا القضايا للعلاقات الثنائية بشكل مذهب خلال لقاءنا واتفقنا على استمرار العمل على وضع الإطار القانوني الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي نصبه إليه ونحن قد خلفنا كوزيري خارجية للبلدين للتحضير لاجتماع المجلس التعاون الاستراتيجي على مستوى القيادتين وبالتأكيد أن ما نحن الآن بصدده من دراسة الإطار القانوني واسع من الاتفاقيات والانتهاء منها تحضيراً لاجتماع المجلس التعاون الاستراتيجي سوف تكون علامة أخرى وعلامة مهمة في العمل المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات حجم الدولتين والإسهام لهم في تناول القضايا الإقليمية والدولية أمر مهم ومن ثم كان تركزنا أيضاً فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع الحرب القائمة على غزة والأثار المدمرة على الشعب الفلسطيني على القضية الفلسطينية عدد الضحايا الفلسطينيين الدمير العالمي أن يستمر في استعاب هذا العدد من القتلى الذي بلغ 33 ألف وحوالي 100 ألف مصاب إصابات خطيرة واستمرار هذه الحرب دون التوصل إلى وقف إطلاق النار دون توفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة استمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم كلها أمور يجب أن يتم التعامل معها بالجدية اللازمة ويجب أن يكون هناك بصار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 67 وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية الخدس الشرقية لا يمكن أن تستمر حلقات الصراع حلقات الانتقام المتبادل حلقات العنف بدون أن نصل إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي ما تم إخراره في مقررات الشرعية الدولية من أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحفاظ على حقوقه المشروعة والخروج خارج دائرة الصراع وما يأتي به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة تناولنا بشكل أيضا مذهب الأوضاع في ليبيا وفي سوريا والسودان واليمن والصومال وأهمية أن نعمل بشكل مشترك بتنسيق فيما بيننا للعمل على حل المشاكل القائمة العمل على تحقيق الاستقرار فليس هناك تقاطع في المصالح فيما بين مصر وتركيا وإنما نرى تكامل نرى قدرة على التأثير الإيجابي في حل هذه المشاكل المزمنة وتحقيق المصالح لكل من البلدين دون افتئات على مصالح الطرف الآخر نحن نتطلع لسمرار هذا التنسيق هذا التفاعل هذا العلاقات على المستوى الشخصي ممتن لمعالي الوزير وأعتبره أخ وصديق لخدر الصراحة والانفتاح في إطار لقاءتنا وما استشعره من رغبة حقيقية بأن نرتقي بعلاقاتنا الثنائية وتنسيقنا على المستوى الإقليمي وهذا هو التنفيذ الواضح لتوجيهات الرئيسين ونحن سوف نستمر في العمل الوثيق وتطلع الاستقبال معالي الوزير والوفد المرافق في القاهرة في القريب للانتهاء من التحذير لانعقاد المجلس التعاون السراتيجي حتى يتم أيضا الترتيب لزيارة فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا إن شاء الله في المستقبل القريب شكرا جزيلا